وكما أكدنا منذ بداية هذه الأزمة فإن إسرائيل مطالبة بعدم استهداف المدنيين والأعيان المدنية ومنها المستشفيات والمدارس ومرافق الأمم المتحدة وبينما نكرر أن الهجمات التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر هي هجمات بربرية وشنيعة ونطالبها بالإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح الرهائن لحقن الدماء وتجنيب جميع المدنيين المزيد من الويلات إلا أننا نؤكد في الوقت ذاته بأن جرائم حماس بحق المدنيين لا يمكن أن تبرر إطلاقا سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية تجاه قطاع غزة حيث يجب أن تحترم إسرائيل التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وأن تضمن حياة المدنيين لكن يبدو أن إسرائيل فوق القانون الدولي تخرق القانون الدولي بلا رادع تضرب بقرارات مجلس الأمن عرض الحائط تبني المستوطنات في خرق واضح للقانون الدولي من دون رد تصادر أراضي فلسطين من دون مساءلة تطرد المقدسيين من بيوتهم من دون حساب تقتل حق شعوب المنطقة في السلام من دون اكتراث ولم يطلب مجلس الأمن حتى وقفا لإطلاق النار في حربها الحالية على غزة إن هذا المجلس يتحمل مسؤولية تراخيه المستمر وثمنة إطالة هذه الأزمة من خسائر في الأرواح والممتلكات وتهديد لأمن واستقرار المنطقة حفظ السلم والأمن الدوليين يأتي في مقدمة مهام هذا المجلس واليوم نراه عاجزا عن القيام بالدور المناطب فإنه لمن المؤسف بل والمخزي إن البعض ما زالوا مستمرين في تبرير ما يحدث تحت شعار حق الدفاع عن النفس ومقاومة الإرهاب وأتساءل اليوم أي حق هذا الذي يسمح لصاحبه عدم التفرقة بين عدو يستهدفه ومدنيين عزل فرض عليهم القدر أن يعيشوا القرون على هذه البقعة من وطنهم وأن يفردوا عليهم حصارا على مليونين ونصف من المدنيين يتعرضون للقتل والتجويع والتهجير قصرا